اشتركوا في القناة وفي البيت سألت والدة يون بنتها عن علاقتها بجين فقالت لها يون انه مجرد اصدقاء مقربين مش اكتر وطبعا والدتها زي اي ام فضلت تقول لها انتي خلاص بقى عندك 25 سنة يعني مش صغيرة ولازم تسعى انها تكون اسرة وبيت والصراحة بقى جين كويس جدا في نفس الوقت بنشوف تشان حبيب يون السابق وهو خارج من السجن بعد كده بيروح يعود في شقة صديق لي كان معاه في السجن اسمه جانج وبالليل شاف تشان على التلفزيون اخبار عن رجل الاعمال جو صاحب اكبر شركات التكنولوجيا في الصين واللي بيقرر يروح له تشان شركته تاني يوم والظاهر كده من حوارهم بنعرف ان جو هو السبب في دخول تشان للسجن علشان كده تشان ما تكلمش معاه كتير وقال له جملة واحدة كفت ووفت الخاين لازم يدفع التمن وروح سايبه وماشي وقتها يون كانت عند صديقتها المقربة والمطربة المشهورة لي وبعد ما تكلموا عن الماضي وايام زمان اللي ما تتعودش مشي تيون وشوية ووصل تشين لبيتلي اللي اتفجأت بوجوده وسألته اذا كان تيون عرفت انه خرج من السجن ولا لأ لانه كلهم كانوا شل لواحدة زمان ساعتها قالها تشين انه جاي لها في موضوع تاني وفكرها بعدها لي زمان لما قالت له لما فرقتها تنجح هتدي له جزء من الارباح نظير التصميمات اللي عملها لها وقتها ردت لي على تشين وقالت له قال انت جاي النهاردة تشوفني علشان الفلوس بس فكان جوابت تشين عليها انه قال لها بالزبط كده فقالت له لي ان يون رجعت من السفر مع جين واحتمل كده انهم رجعين علشان يتجوزوا في اللحظة دي سكت تشين لسواني وقام غير الموضوع وقال لي انه هيستنيها بكرة تحولوا الفلوس ومشي ويتاني يوم الصبح كانت يون مع جين في الحفلة اللي معمولة لمعرض لوحاته وساعتها فضلت وقفة قدام اللوحة اللي كانت وقفة قدامها من 6 سنين هي وتشين ولما سألها جين عن سر حبها للوحة دي بالزيد قالت ليون ان اللوحة بتفكرها بمضي جميل مش حبة تنسيه وفي الطريق اتصلت لي بيون وقالت لها انها عايزها في خدمة وعرفتها ان فيه شخص هتقابله في المكان الفلاني عايزها توصله فلوس لإلو صمم لها صور ألبومها الأخير واكملنها يعني مشهورة وكده مش هتقدر تقابله في مكان عام فخدت يون جين وراحه على المكان اللي متفق عليه وشوية وبيوصلت شين اللي أول ما شاف يون من ظهرها عارفها على طول واتهز وما كانش قدر يروح لها علشان كده قرر انه يمشي من غير ما يقابلها وقتها لما حيته يون وفضلت تجري وراه لحد ما لقيت قدامها جانج اللي قالها بانه صديقة شين وهو اللي هيستلم الفلوس بداله ولما يون رفضت تديره الفلوس إلى لما يقولها على مكانة شين الأول خد منها جانج الفلوس وجري بس على مين فضلت يون تجري وراه لحد ما مسكته وقتها لقيت تشين وراه وبيطلب منها تسيبه في اللحظة دي ما كانتش يون مسدقة انها شافت حب عمرها بعد السنين دي كلها قدام عينيها مرة تانية فسألته يون امتى خرج من السجن وينه يعمل ايه في حياته ساعتها رد عليها تشين بكل برود وقالها ان كل الكلام ده مش مهم بالنسبة لها وبص الجين وقاله سمعت انك رجعت للصين علشان تتجوزها مبروك وقام وجه كلامه ليون وقالها انهم لقين على بعض في اللحظة دي اتعصابت يون جدا وقالت لتشين انها زمان كانت فاكرة ان ما عندوش قلب بس دلوقتي تأكدت وده اللي خلت شين يقول لها ان الوقت سمين لكل البشر علشان كده من الافضل تبطل تفكير في الماضي وتعيش حياتها وسبها ومشي وتاني يوم الصبح سأل جين يون اذا كانت لسه بتحب تشين فكان ردها عليه ان الموضوع ده تقفل من سيني وخلاص هي تخطت مشاعرها ناحيته من زمان وقت ما قررت تسافر علشان تحط الماضي ورى ظهرها وتكمل حياتها وطبعا ما كانش جين مصدقها خالص ما هي نزلت عنيها لتشين فضحت كل مشاعرها ناحيته اما تشين فكنت مشاعره ما تختلفش كتير عن يون وذكريات الماضي سيطرت عليه وده اللي خليه يروح للجامعة علشان يعيش ولو جزء بسيط من مشاعر حسها قبل كده وتحفرت في قلبه قبل ذاكرته وهناك افتكر تشين ازاي يتعرف عليهم ومشاعره كانت ايه وقتها حتى ازاي كان بيحاول يقرب منها بطريقة غير مباشرة والمواقف الكتير اللي كانت بينهم وقتها كان تشين مش بيحضر اي محاضرة في الفترة الصباحية علشان كده قررت يون تروح له وتقوله لازم يحضر المحاضرات علشان ده هيأثر على درجاته بعد كده ساعتها قالها تشين تبخذي لعاب الجيم ده ولو كذبتيه اوعدك انها احضر كل المحاضرات بعد كده ولما خسرت يون الجيم قال لها تشين شفتي بقى ياريت متتكلميش معي في موضوع المحاضرات ده مرة تانية واه صحيح المكان ده بتاعي علشان كده ياريت برضه الجلالة متاخد كيش قوي وتطلعي هنا مرة تانية بدون اذني فاتحرج تيون قوي وثابته ومشيت وده اللي خليها طول الليل متضايقة وحكت لصديقتها قد قيت تشين احرجها ومش عارفة ازاي خسرت لعبة بسيطة زي دي مع انها البريمو في الالعاب الالكترونية وتاني يوم الصبح في المحاضرة اعجب الدكتور بزكاء يون علشان كده طلب منها تكون المرائبة على زميلها وده منصب مهم لأي طالب وزي رئاسة الفصل عندنا كده المهم ان يون ما كانتش حبة توجع دمخة علشان كده طلبت من الدكتور بعد المحاضرة يعفيها من المنصب ده بس الدكتور قال لها معيك يومين تفكري الأول وبعد كده تبلغيني بقرارك النهي وقتها لقيت يون ان منصبها كمرائبة على زميلها هيخليها تراضي في تشين براحتها علشان كده رحت له بالليل وبلغته بالواجب اللي المفروض يعمله ويقدمه له الدكتور المحاضرة الجاية وكانت المهم عبارة عن أكواد في البرمجة حب تيون تعرف تشين هيعرف يعملها ولا لا وهي بالمرة تشوف اذا كان شاطر زي ما بيقول ولا مجرد بيع كلامه وخالصه بيترسم عليهم ولما جات تفتح يون الأكواد مع زميلها على الجهاز بتاعها لقيت ان تشين حطت لها فيروس على الجهاز ومحدش قدر يشيله خالص علشان كده ودت الجهاز لشخص متخصص لكن برضو كان الموضوع صعب عليه وطلب المساعدة من صحابه المبرمجين علشان يفكوا شفارات الفيروس لكن محدش فيهم قدر وقالوا ليون ان طالب في الجامعة لا يمكن يقدر يعمل أكواد زي دي لان اللي عملها شخص متمكن جدا من شغله وعنده خبرة سنين لسه هما ما امتلكوهاش علشان كده طلب المبرمجين من يون انها تعرفهم على زميلها اللي حطت لها الفيروس على الجهاز ويشوفوا مين العبقري اللي عمل كده لكن يون رفضت تتكلم مع تشين أصلا أو تعمله إيمة وخلت الدكتور هو اللي يتكلم معاه لكن المصيبة ان الدكتور المادة مبهر بكمية المعلومات اللي عند تشين ونسي موضوع يون خالص وفضل يتناقش معاه في الخوارزميات وإلى خالخ وبالليل لما طالبت تيون من تشين يحل الموضوع ويصلح لها الجهاز بتاعها رفض وقال لها لازم تذكر شوية وسبها ومشي وده اللي خل يون تتحدى نفسها وفضل الطول الليل تحاول تفك الشفرة لحد ما قدرت الصبح تمسح الفيروس من الجهاز والصبح رحت يون وشترت شوية كباب ومعهم إزاستين بيبسي وخدتهم وتلعب بيهم على تشين علشان تشكره وقالت له انت آه كنتم تسبب لي في مشكلة لكن بفضلك قدرت أتعلم حاجة جديدة وطلبت منه يدي شوية من وقته لزميله علشان يعلمهم فرد عليها تشين وقال لها ان الحكومة ما ادتلوش المنحة الدراسية علشان يعلم زميله وانه لازم يستغل وقته لصالحه هو بس لتطوير زيته ودين يوم كانت في حفلة في الجامعة وساعتها قيلة البنت اللي كانت بتعزف على المسرح لتشين انها معجبة بي قدام كل زميلها وكالعادة تشين معبرهاش وأحراجها جدا ولما تلعت يون على المسرح كانت فقرتها عبارة عن إحراج تشين بس بطريقة غير مباشرة وده اللي خلت تشين يعجب قوي بكلامها وقام مسقف لها وبعد ما خلصت فقرتها طلع لها على المسرح وقال لها من الأفضل ما تركزش معاه قوي كده علشان هي اللي هتتعفل ايفي وطبعا وجود تشين على المسرح مع يون خل كل الطلاب يسقفوا ويكونوا متأكدين ان في علاقة بينهم علشان كده الإشاعات بقيت تنزل على جروب الجامعة وده اللي خل يون تكتب بوسته وتقول فيه ان هي وتشين مجرد أصدقاء مش أكتر ولما لقيت ان ما فيش فايدة برضو اضطرت انها تستخدم راديو الجامعة وتقول لزميلها عن سوق الفهم اللي حاصل وانه عمرها مفكرت ترتبط بتشين خالص بشعره الأصفر ده وده اللي خلت تشين يدخل للمحاضرة وهو سبغ شعره أسود وكأنه بيوصل لزميله ان فيه علاقة بينه هو ويون بعد كده بتدخل يون واتشين في تحدي مرة تانية وقال تشين ليه انها بتتحدى بانها تجيب درجات أعلى منه في امتحان نص السنة ولو كسبت هيخضع هو ليها ويكون جزء من فريقها ولو خسرت هيحصل العكس ساعتها كل الطلبة خدوا صف تشين لانه المبرمج الاول في الجامعة برضو وطبعا ده اللي احرج يوم جدا وعلى الرغم من كده مهمهاش كل ده وفضلت مصرة انها تذكر وتعمل اقصى مفتقتها علشان تكسب تشين زي ما هي عايزة في نفس الوقت ده ما يمنعش برضو انها ترازي في تشين شوية وقيمت طلعة للمكان اللي تشين دايما بيذكر فيه وقالت له ان من حقها هي كمان تذكر هنا بعد ما المكتبة تقفل لان المبنى ملك الجامعة مش ملكه هو يعني ساعتها اتعامل معاها تشين بكل برود وقال له وميله بيتك ومطرحك يا ماما وادها مفتاح المكان كمان علشان تيجي وقت ما تحب ما هو الراجل مش ناقص زنة بنات ولا زي منه لكن الغريب ان بعد كام يوم قبل تيون تشين في كافتيريا الجامعة وقالت له انها تراجعت عن المنافسة اللي بينهم ولما سألها تشين عن السبب كان رد يون عليه انها فضلت السلام معاه علشان يقبل يدرس لبقية زميلهم ويعرفهم كل اسرار البرمجة اللي هو بس يعرفها وده اللي خلت تشين يجمع زميله ويبدأ يعمل مجموعات علشان يذكروا كلهم مع بعض بعد كده قدت تشين ليون وصحبتها برنامج علشان يعملوله برمجة ويزبطوه وده اللي خليهم لوقت كبير قاعدين قدام اللابتوب وبيحاولوا يعدلوا في البرنامج واللي ما ملاقوش اي طريقة في التعديل تعمل تشين مع الموقف بكل برود وقال ليون حاولي تهدي شوية وتذكري اكتر يمكن افاق مخك تتفتح وتفلحي عن كده فكان تيون هترتكب جريمة تقريبا لو لا صاحبتها اخدتها من قدام تشين بعد كده راح تيون واشتكت للدكتور من اللي بيعمله تشين معيها وقتها قال لها الدكتور لو هي فعلا حب مجال البرمجة يبقى لازم تكون قريبة من تشين لان المعلومات اللي بيمتلكها كبيرة ومش هتلاقيها حتى في كتب الجامعة ودي اهم ميزة فيه وتشفعله عن كل اخطاءه وطباعه الصعبة ولما خرج تيون من مكتب الدكتور لقيت تشين قدامها وبيقول لها بدون اي مقدمة انه مستنيها بكرة الساعة 7 الصبح علشان يضمها الفريق ويتدربه مع بعض ولما راح تيون في المعاد اعادها تشين مع باقي زميلها وسبها وراح يعمل شغله من غير ولا كلمة وده اللي استغربته يون جدا بس قالت وميله لما تشوف ايه اخرتها معي وقتها كان تشين زي ما بيقولوا كده بيحاول يبعث رسائل مشفرة لباقي زميلهم ان يون تبعه يعني وهي يعني ولا كان في دمخه خالص وده اللي خلى صاحبة يون تحس بالغيرة خصوصا بعدما تشين طلع على يون لقب الاميرة علشان كده شدوا هما الاتنين مع بعض ساعتها قالت يون لصاحبتها ان ما فيش بينها وبين تشين اي مشاعر ولو هي بتحبه تروح تقوله هي ما عندهاش اي مانع فردت عليها ساحبتها وقالت لها انه موضوع حبها لتشين ده خلاص قرارت تنساه لان صداقتهم عندها اهم بكتير وبعد كام يوم راح تيون مع زميلها جو لمعرض المبرمجين علشان يقدموا المشروع اللي كان شغال عليه فريقهم بقيادة تشين وهناك حزف جو غصب عنه شريط تنقل البرنامج ومعرفش يرجعه تاني ولما جيه عليه الدور في تقديم عرضه كان متوتر جدا ساعتها لحظوا الحضور ان برنامج جو مش موجود فيه شريط تنقل وفضلوا يتحكوا عليه واتهبوا رئيس المعرض انه محترمش المكان ولا المنافسين على الرغم انه مقدم عرض كتابي كويس جدا الا ان البرنامج اللي مقدمه بيفتقد لك جدية في اللحظة دي بيوصل تشين وبينقذ الموقف وبيقول لرئيس المعرض ان اللي عمله زميل وكان جزء من الخطة اللي هما كانوا حطينها وما فيش خطأ ولا حاجة وبدأ يشرح للحضور الموقع اللي صممه وده اللي خلى الكل ينبهر بالتصويم وكمية المعلومات اللي عند تشين رغم انه لسه طالب وكان شعور يون مايفرقش عنهم كتير هي كمان ونظرات اعجابها بتشين كانت واضحة جدا وده عكس شعور جو اللي كان شايف ان تشين قلل منه قدام الحضور على الرغم من انه اللي انقذ الموقف اصلا وفي الجامعة بلغ تشين زميله انهم فازوا بمناقصة المشروع اللي قدموا فيه وبدورهم لازم يشدوا حلهم ويكون فيه اكتهاد اكبر من كده لكل واحد فيهم بعد كده بتعرف يون ان تشين موافق انه يتنازل عن مشروع الشعيع الازرق اللي كلهم اشتغلوا عليه لصالح شركة تكنولوجيا هتشتريه بسعر كويس وده اللي خلى يون تقول لتشين ان المشروع اي نعم بتاعه وفكرته وهو حر يبيعه او لا لكن هي كمان من حقها تسيب الفريق اعتراضا على بيع المشروع اما صحاب يون فكانوا شايفين انها مكبرة الموضوع شوية وان قرار تشين صح جدا وفيه فايدة لكل الفريق لكن لجلع يون يون اتراجع تشين عن قراره علشان ينول الريضة ومن بعدها بدأت العلاقة بين يون وتشين تتطور في نفس الوقت كان تشين خايف من قرب يون منه لانه كان حاسس ان عمره ما هيقدر يساعدها ابدا ودين يوم كان تشين بيكلم يون في موضوع عادي جدا لكن فجأة قرب منها قوي وده اللي استغربته يون وقامت ضربة على ظهره حتة ضربة كانتها تطيره فيها ساعتها قال لها تشين والله ما مهزر معك تاني ها وقام سيبها وماشي بعد كده طلب تشين من جو انه يجيب يون ويقابله في الغابة عند الجبل وهناك قال جو ليون ان تشين بيفكر في تصميم تطبيق جديد عايز ان هم التالتة بس يشتغلوا عليه بعيد عن باقي زميلهم ساعتها عرفت يون ان تشين بيسق فيها وده اللي فرحها جدا وخليها تصور تشين وهو مش واخد باله وتحط الصورة في محفظتها وعلى طول بقت تطلعها وتبص عليها وبعد فترة طلبت تشانج مديرة المؤسسة التكنولوجية اللي بتدرب طلاب الجامعة من تشين انه يبيع لها التطبيق الجديد اللي شغل عليه ولما رفضت تشين طلبها هددته تشانج انها هتبلغ ادارة الجامعة بالمشاكل اللي عاملها في المرحلة السنوية واللي كان من ضمنها بلاغ تقدم ضده كان متهم فيه انه غش في امتحان قبول الجامعة ساعتها قال لها تشين ان كل ده ما حصلش وكده ولو هي عايزة تستغل المصلحتها تعمل اللي يريحها وبرضو مش هيبيع التطبيق وقتها كان تشين وقفة وسامع الحوار علشان كده روحت لتشانج وقالت لها انها هتنسخ قعدة البيانات بتاعت التطبيق وهتدهالها مقابل انها تشوفها يعني في الدرجات وتزبط لها الدنيا وطبعا دي كانت خطة من يون علشان تنقص بيها تشين اللي قالت له تشانج بالليل ان يون هتوقف معها وهتجيب لها قعدة البيانات وحاولت انها توصله النصحابه بيخنوه علشان كده اتصل تشين بيون وطلب منها تنزل تقابله وساعتها قال لها ازاي تقول لتشانج انها تنسخ لها قعدة البيانات بتاعت التطبيق بتاعه فدحك تيون وقالت لتشين ما يقلقش وان في دمخة خطة هتخلي تشانج تبعد عنه خادص والصبح ادى تيون لتشانج خوارزميات تطبيق تاني حاجة كده اي كلام وطبعا بسبب الموضوع ده اتهزقت تشانج من الشركة اللي كانت هتبع لهم قعدة البيانات وده اللي خلها تروح ليون وتهزقها هي كمان قدام كل زمائلها ورمت المية فشها وقالت لها ان اللي حصل ده مش هيعدي كده بالسهل وعقابها هيكون كبير قوي علشان كده رحت تشانج العميد الجامعة وقالت له حوار كبير عريب فاهمتوا منه ان يون بوزت العلاقات بين المؤسسة التعليمية والجامعة وكلام كبير كده وانها لازم تتعاقب ولما عرفت تشانج باللي حصل قبل تشانج وديها قعدة البيانات اللي هي عايزها علشان تتنازل عن شكوتها ضد يون وسبها ومشي بعد ما قال لها انها تندم قريب قوي وبعدها رحت تشان وقبل يونو طمينها وقال لها انه هيصلح كل حاجة ومش عايزها تقلق خالص وكان واضح من نظرة عينه لها انه بيكنلها مشاعر فعلا في قلبه لكن كان بيحاول يخبيها حتى من نفسه وتاني يوم اتصل تيون بوالدتها وحكت لها على اللي حصل ولان والدتها ليها قريب مهمين جبت تشانج قدام يونو خلتها تعتذر لها كمان وتعترف بغلطها وتطلب السماح بعد كده رحت والد تيون للجامعة وهناك شافت بنتها مع تشين اللي اول معينها وقعت عليه منامحها تغيرت خالص وعلى الغداء سألت والد تيون بنتها بطريقة غير مباشرة اذا كان فيه بينها وبين زميلها ده اي علاقة ولما انكر تيون اي علاقة بينها وبين تشين وانهم مش اكتر من اصدقاء قالت لها والدتها ان تشين ده نفس الطالب اللي جه يوم عيد ميلادها السبعتاشر علشان يترجها تسمحه في قضية غش مدرسية كان متهم فيها وهي رفضت تسمعه وخلته يمشي فقال تيون لولدتها ان الكلام ده من الماضي وحاليا ان تشين طالب مسالي وعبقري في البرمجة لكن والدتها كانت مصممة ان اخلاق تشين مش قد كده وما عندوش مبادئ ولما رجع تيون على الجامعة لقت تشين متجاهلها خالص ما هوعرف انها بنت الست اللي بهدلته زمان بقى ولما فضل تشين متجاهل يون تماما قالت له ان والدتها طلبت منها تبعد عنه لكن هي رفضت فرد عليها تشين وقال لها تمشي لانه بيشتغل ومش فضل الكلام معاها فقام تيون ثابته ومشيت وهي متضايقة وفي تدريب الكرة الطيرة ولما شاف تشين واحد زميلهم عايز يتقرب من يون ويعمل معها فريق قام قيل قدام المدارب انه عايز زميله ده في الفريق بتاعه علشان يقطع عليه الطريق وما يخليهش يقرب من يون ولما دخل تشين في منافسة مع زميله تعف فجأة وده اللي خليه يسيب الماتش ويخرج بسرعة فراحت ورا يون وساعتها وقعت تشين على الارض وفي المستشفى قيلت الدكتورة ليون ان تشين محتاج عملية في عموده الفقري بعد 6 شهور وعلاك طبيعي بعدها علشان يقدر يمشي من تاني وشوية ووصلت اخت تشين على المستشفى وعرفت يون منها ان تشين كان لازم يعمل العملية دي من زمان لكنه رفض بسبب تكلفها ومخاطرها وبنرجع فلاشباك وقت ما تشين رح علشان يزور والدته في المستشفى وهناك عارف من اخته ان اليابان طورت دوا جديد لعلاج سرطان الكبد والدوا ده ممكن يطول من عمر امهم لكن مش هيش فيها تماما بس المشكلة في تكلفته العالية وده اللي خلت تشين يضطر ان يدخل في موضوع الهاكر الغير شرعي علشان يجمع المبلغ المطلوب لعلاج والدته وبسبب الفعل ده اضطرد تشين من المدرسة وتوفت والدته في نفس اليوم وعيش اصعب ايام حياته من غير محد يرحمه او يعرف المبرر اللي خليه يدخل في قصة الهاكر اللي تسببت في طرده ولما راح تيون علشان تحاول تقنع تشين يعمل العملية رفض وقال لها انه بيفضل ما يكونش في الحياة خالص على انه يعيش باقي عمره مشلول بسبب العملية لو فشلت وفي النهاية قدر تيون تقنعه يروح جلسات علاج طبيعي على الاقل علشان حالته ما تسوقش اكتر بعد كده بتقنع عيون تشين بصعوبة انه يروح معاها معرض لوحات صديق طفولتها جين عارفينه طبعا وهناك وقف تيون قدام لوحة مجردة من التفاصيل الكتيرة وفضلت تشرح لتشين قد ايه لوحة مزيتها في بساطتها وجمالها المختلف ولما شافهم جين قريبين من بعض وقاعدين يهزروا اتضايق جدا وتاني يوم اتصلت والد تيون بيها وقالت لها ان والدها قريب من الجامعة وهيجي ياخدها علشان تقضي معاها معيد الربيع ولما رجعت تيون على المكتب لقيت والدها مع تشين ساعتها حس والدها ان العلاقة بين بنته وتشين مش مجرد صداقة وده اللي خلا يقول لها انه هيستنها برا لحد ما تجيب حاجتها من السكن وتخرجله ولما وصل تيون للبيت لقيت جين في انتظارها وهناك قالت لها والدتها ان جين والدته حابه يحتفل معاهم بعيد الربيع والحلوة بقى يا بنات ان الرجالة في الصين هي اللي بتعمل الاكل وترت بالصفرة او والله ازان بقولوك كده وزي عندنا بالزبط المهم ان يون اتصلت بالليل بتشين علشان تطمن عليه ساعتها عرفت منه ان فيه واحدة زملته عملت له العشا وجابت له ادوية بادة كمان وده اللي دايق يون جدا ونكد عليها ودين يوم راح تيون السوق مع جين وهناك طلبت من واحد بتاع ولاعات يصلح لها الولاعة بتاعت تشين اللي كان مش بيفوت فرصة علشان يصير غير تيون الغالبان عليه وليل تعيد الربيع لمح تيون تشين قدام باب بتها ساعتها راحت بسرعة تكلمه وتأكدت انه هو فعلا وده اللي فرحها جدا وحاولت انها تخرج تشوفه لكن الموضوع كان صعب شوية بسبب برودة زي الجاو واهلها اللي رفضوا خروجها وبعد ما اهلها ناموا لبست يون وتشيكت وراحت قابلت تشين اللي ادالها هدية عيد الربيع وكانت عبارة عن فستان جميل جدا ولما لبسته يون قال لها تشين انها اميرة ولازم دايما تلبس فستين زيهم في اللحظة دي وش يون قلب احمر واخضر من كتر الكسوف ما هو الحجر نطق برضو يا بنات بعد كده ادت يون لتشين الولاعة بتاعته بعد ما صلحتها وده اللي فرح تشين جدا وبصت يون وعيونه كلها امتنين ليها وقال لها شكرا جدا وشكلنا كده هنسمع خبر حلوه قريب ولما رجع تيون على الجامعة راح جين ووصلها بعربيته ساعتها شافهم تشين وده اللي خلاه غار واتكلم مع يون من تحت درسه كده وبالليل راح تيون تتعشى مع جين اللي قال لها انه مش مرتاح لتشين بسبب الماضي بتاعه وانه خايف منه يجرح قلبها فكان رد يون عليه انه ماضي تشين خلاص بقى حاجة وانتهت وهو دلوقتي من اكتر الطلاب المتميزين في الجامعة وليه مستقبل كبير كمان فبلاش يفكر بنفس المنظور والدتها وبالليل كان كل الطلبة بيحتفلوا بفوز جوف في المرحلة الاولى في مسبقة امن المعلومات لجامعة الصين ساعتها بيوصل فانجي للمطعم وده شخص مكتوب على وشه انا راخم المهم ان لما بتشوفوا يون ملامحها بتتغير وبيظهر عليها دي وقتها بنعرف ان فانجي كان استبب في وفاة صديقة تيون المقربة في المدرسة وده بعد ما سابها وهي اقررت تتخلى عن حياتها بعد فرائه لكن المستفز في الموضوع ان فانجي ما كانش حاسس بزنب ولا اي حاجة وقال ليون ان جوه المستشفى لما عارف انها تعبان المفروض يعمل لها ايه تاني ولما عارف تيون ان فانجي مشارك في نفس المسابقة طلبت من جو انها تنضم الفريق وتكون معاه علشان كده فضلت تشتغل على البرنامج اللي هتصممه هي وجو لوقت كبير وكنت شم بيساعدهم برضو وكان هدفها الاول في المشاركة انها تكسب فانج علشان يدوق معنى الفشل الحقيقي وتاني يوم كان جو في مطعم وهناك شاف فانجي قاعد مع واحد من اعضاء لجنة التحكيب وبيطلب منه يسقط مشروع جوه ويون مقابل نسبة في مشروعه الجديد اللي خد عليه براءة اختراع وعلشان يثبت جو ايدانة فانجي صوره فيديو صوت وصورة وفي الحفلة كسب جو ويون جوائز عادية عن تصميمهم اما فانجي فكانت جاهزة النجمة الزهبية من نصيبه ساعتها دخلت شين الحفلة وقلب الموازين وقال لفانجي قدام كل الحضور ان نظام التشفير الخاص بي واللي علشانه كسب النجمة الزهبية يقدر هو يخترق بكل سهولة وفي خلال ديها بس وقبل ما ديها تخلص كانت شين قادر يخترق كل فايلات فانجي الخصوصية اللي كان المفروض يعنيها عليها نظام تشفير مسالي جدا وفضحت شين فانجي في ضيحة بجلاجل خصوصا بعد ما عرض الفيديو اللي سجله جو في المطعم وده اللي خلى لجنة التحكيم تسحب جائزة النجمة الزهبية من فانج ويشكره شين لانه كان السبب في ظهور حقيقة زي دي وقبل ما شينيخرج من المبنى قال له فانجي مايفرحش قوي المشوار بينهم لسه طويل ساعتها تحكت شين في وشه وقال له يا سلام اطول مني يعني وقام سايب وماشي اما يون فكنت فرحانة جدا لانها حست انها اخيرا اخذت حق صاحبتها اللي فرقت الدنيا بسبب طمع وندرة استاذ فانج وبالليل كانت تيون وشين قاعدين مع بعض ساعتها جز ملتهم سوسو وقالت لتشين انها تستنى بكرة في حديقة الجامعة لشان عايزة في موضوع مهم وطبعا لما سمعت تيون الكلام ده الجنينت وقالت لتشين لما رفضش فقال لها تشين دي سوسو حد يرفض يقابل سوسو برضو وده اللي خلى يون تكلم لي وتسألها لو هي اعترفت بحبها لتشين ممكن يقول عليها وقع وكده فقالت لها لي والله يا بنتي جربي ومش هتخسري حاجة بدل ما انت بتكلف نفسك كده وقتها خدت يون القرار وقالت لنفسها يا نا يا انت يا سوسو والصبح راح اتعملت شعرها ولبست الفستان اللي جابه لها تشين في عيد الربيع وصواريخ على الحديقة وهناك ملقيتش يون حد خالص وافتكرت ان انيسة سوسو خدت تشين ومشي وده اللي خلى يون تكون حزينة جدا ولحظاته بتلاقي يون تشين وراها واخيرا بيعترف لها بحبه وطبعا وقتها يون كانت في عالم تاني من كتر الفرحة وبيمر ثلاث سنين ولست الحب بين تشين ويون زي ما هو بيزيد مش بيقل وساعتها قرر تشين يفتح شركة برمجة علشان اول ما يتخرج يشتغل فيها على طول وبعد كام يوم احتفلوا مع اصحابهم بافتتاح الشركة الجديدة وقضوا يوم لطيف كله لعبة وهزار واخر اليوم خرجوا يتمشوا مع بعضه كلهم وبعد كام يوم رجعت يون على البيت وهناك كان واضح على والدها ووالدتها ان فيه حاجة مدايقاهم ساعتها قالت لهم يون على العشا انها مش عايزة سافر تكمل دراسات عليا في اوروبا وعايزة تفضل هنا وتفتح مشروع خاص بيها لكن والدتها اعترضت بشدة وقالت لها ان ده مش ممكن يحصل ابدا وطلبت منها كمان تقطع علاقتها بتشين نهائي لانها مش موافقة على علاقتهم دي بسبب اللي عمله زمان وانه اكيد بيتقرب منها علشان ينتقم من امه اللي كانت السبب في طرده من المدرسة ولما حاولت يون تبرر لولدتها وموقف تشين والسبب اللي خليه يغش ويهكر الامتحان رفضت والدتها تسمع اساسا وصممت ان تشين شخص ما عندوش مبدأ وهيفضل كده طول عمره والحوار اشتاد بين يونو اهلها جدا لدرجة انها كانت هتمشي من البيت لولا اهلها منعوها وقفلوا عليها قوضتها بعد كده بتروح اخت تشين للمستشفى بسبب اصابة فعنيها وفجأة وهي بتكلم تشين بالليل في التليفون بتيجي عربية وتخبطها وتتوفى وطبعا خبر وفاتها كان كثرة ظهر لتشين حرفيا لان خلاص كده كل اهله راحه وما بقاش ليه في الدنيا الا يون اللي حاولت بكل طاقتها انها تهون عليه وتكون جنبه في كل وقت وبعد فترة بيقرر تشين انه يروح يتعرف على اهل يون وهناك لاحظ ان والدة يون مش مرحبة بيه خالص وده اللي خلاه يقول لهم كلام يستفزهم زي انهم يساعدون في تكبير شركتهم بما ان عندهم علاقات كتير والكل في النهاية هيستفيد وكلام من ده ساعتها قال له والد يون انه مش مرحب بيه في بيتهم لانه عايز ياخد بنتهم لتحت وما يرفعش من شأنها وانه كمان مش مناسب ليها فساب لهم تشين البيت ومشي فراحت ورا يون على الشركة وقالت له انها عارفة انه قال الكلام ده علشان يدايق بيه اهلها عمدا بعد ما قالوا له يسافر معها اوروبا يدرسوا بره مع بعض وهم اللي هيدفعوا التكاليف علشان كده حاب ينتقم لكرمته والموضوع كان اسهل من كده بكتير لو هو بس فكر فيها وفي منظرها قدام اهلها بعدين وازاي هتدفع عنه قدامهم مرة تانية في اللحظة دي قال لها تشين ان الموضوع مش نافع فعلا علشان كده كل واحد فيهم لازم يمشي من طريق مختلف وعلشان تشين يخلي يون تبعد عنه وتسافر اوروبا علشان مستقبلها اوهمها ان في علاقة بينه وبين سوسو اللي ما توصلتش بصراحة انها تمثل دور الحبيبة قدام يون واللي قلبها تكسر حرفيا بعد تغير تشين المفاجئ معيها بعد كده بيعرف تشين من جو ان فانج كان السبب في وفاة اخته ساعتها راح له المسابقة اللي كان مشترك فيها وطلع على المصرح وفضل يضرب فيه قدام كل الحضور لحد ما عمله عيها مستديمة ودخل بسببها السجن ولما عارف اهل يون باللي حصل اكبروها انها لازم تنسى الشخص ده نهائي وصفرها اوروبا قرار مفيش فيه اي نقاش وده اللي خل يون تدخل في حالة اكتئب ومنعت اكل وشرب ولما صحة يون تحسنت راحت لتشين السجن علشان تزوره وقتها تعاملت شين معاها بكل برود وقال لها ان هي وفانجة اكتر اتنين ازوف حياته لكن بطريقة مختلفة وطلب منها ما تجلوش تاني لانه لا حبها ولا بيحبها وقربوا منها بس علشان ينتقم من والدتها اللي دمرت حياته وفي يوم حفلة التخرج كانت يون مسافرة الاوروبا وساعتها اتصلت بيها ليه وباقي اصحابها علشان يودعوها اما جوفا راح لتشين وقال له انه طول السنين دي كان بيكنله كره كبير لانه قلل منه وخد منه حب حياته علشان كده جه الوقت اللي هيقدر ياخد منه حقه ويستوله هو على شركة تشين بعد ما وثق فيه ونقل كل الاسهم باسمه فعلا احذر من عدوك مرة ومن صديقك الف مرة المهم ان بعد فترة ادرت تشين يعمل تحديث لنظام الحراسة بتاع السجن وبسبب كده تم الافراج عنه بعد نص المدة وخرج من السجن ولما عارف فانج كان قلقان جدا وقال لجو ان تشين اكيد هيسعى ان ينتقم منهم ولما رجعت يون من السفر وراحت الشركة وعرفت ان فانج واحد من المساهمين قالت لجو ازاي يعمل كده وهو عارف اللي حصل بين تشين وفانج فكان رد جو عليها ان الشركة شركته وهو حر يعمل فيها اللي هو عاوزه وفي مؤتمر صحفي كان عامله جو علشان يعلن عن اللعبة الجديدة اللي شركته هتصدرها قريب داخلت شين المؤتمر وراح قعد في اول صف بكل قوة ولا هامه حد ساعتها قاله جو عايز كام علشان تبعد عني فكان ردت شين عليه بانه قاله عايز كل اللي بيملكه ووقتها بقى هيفكر ممكن يعمل معاي بعد كده قبل تيونة شين وقالت له انها عايزة تساعده علشان يرجعوا شركتهم مع بعض بغدر نظر عن اللي كان بينهم زمان لانه بقى من الماضي خلاص وطبعا الكلام ده كله من وراء قلبها بس انا طبعا ما اتركوش حاجة وبيبداق تشين في فتح شركته الجديدة هو ويون وثلاثة شركة تنين حالتهم قربه وما يعرفوش حاجة في التكنولوجيا بس معهم فلوس قدروا يمولوا بيها الشركة ولما عارف جوب اللي حصل قال لفانج انهم لازم يحطوا عنهم على تشين كويس لان شخص زي ده محدش يتوقع ممكن يعمله اه ودي يون لسه بتحاول مع تشين تاني وعاشر علشان تقرب منه من جديد لكن هو مستحل التوق اللي معرفش ليه بعد كده بيكتشف جو ان سوس وحبيبة الملايين بدخونوا مع فانج ومعرفش ليه مستغرب بصراحة بس الراجل عمل اللي عليه وتوعد لهم هما الاتنين اما تشين فاصدر النسخة التجربية من لعبته الجديدة اللي هينزل بيها قصاد لعبة جو في السوق وكانت النتائج الاولية لللعبة ممتازة وتاني يوم لما شافت شين يون وقفة مع جين وبيتكلمه مع بعض كان غيرا جدا اللي هو ما عرفش ليه بيعزد نفسه بيعزبها معي بصراحة المهم ان بعد ما يون فاض بيها من معاملة شين لها خرجت عن اتزانها المعتاد وتخانقت معاه قدام كل اللي في الشركة وفكرته بمشاعرهم القديمة ساعتها رد عليها شين بكل قصوة وقال لها انه عمره محبها وان هي اللي كانت ملازمة في الجامعة فين ما يروح واحرجها جدا بكلمه وخليها تمشي ودموع فعيونها وبعدها لم وتضيق من نفسه على اللي عمله وبسبب الكلام ده فضلت يون تشرب طول الليل واخدت حبوب مهدئة كان لها اثار جانبية تعبتها وبسببها رحت المستشفى وهناك ولما شاف جين تشين في المستشفى قال له ان يون عانب بسبب السنين اللي فاتت كتير وانه مش هيسمح له اجرحها مرة تانية ومن ساعة الحادثة دي وبدأت تشين يعامل يون بشكل افضل وما يكونش ايسي عليها زي الاول بعد كده بدأت وسائل التواصل والمواقع تكتب عن اللعبة الجديدة اللي خدت الجو من لعبة شركة جول مشهورة وطبعا الكلام ده دايق جو جدا وكان عايز يلاقي اي طريقة يبعد بيها تشين عن طريقه لان وجوده في السوق خطر عليه بالتأكيد بعد ما كان المهي من الاول على سوق الالعاب الالكترونية واكبر جو السوسو انها تعمل ترويج للعبة الجديدة بتاعته ووصلها كده من تحت لتحت انه عارف بخيانتها وده اللي خليها توافق بعد ما كانت رفضة وبيتفق فانجو هو وجو انهم يلبسوا تشين قضية هكر وزرع فيروسات في اللعبة بتاعتهم علشان يرجعوا للسجن ويرتحوا منه وفعلا قدموا فيه بلاغ له الشرطة وتم القبض عليه وهناك وصل تيون وقدرت تثبت براءة تشين وخرجته من السجن بكل سهولة وقالت لجو فيه شخص تاني هو اللي هكر اللعبة وحاول يمسح كل البيانات الاساسية وبسبب نقص في التمويل كانت شركة تشين هتقفل وبالخبر الحلو ده مع بعض بعد كده بتلاقي يون في حاجة تشين الصورة اللي كانت مسورة هارو زمين وقطعتها لما قالها تشين ان فيه علاقة بينه وبين سوسو وقتها تأكدت انه لسه بيحبها والموضوع محتاج منها شوية صبر مش اكتر ويصبرك والله يا يون ده انت جابل يا بنتي وبعد الرحلة اللطيفة اللي عمل فيها الكل رفراش لدماغه بدأوا يفكروا ازاي يطوروا من اللعبة بحيث ما تكونش لعبة لوقت محدد والناس تمل منها اما عن علاقة تشين ويون فبدأت تتحسن شوية بشوية والحمد لله تشين رجع يفرد ويشو تاني يخربت الحب اللي مخليكي متحملة نكد ده كله والله يا يوني حاببتي بعد كده بيكتشف تشين ان صاحبه جانج بيعو الجو ساعتها حب تشين يقرس ويدنه وقام جايب كام واحد كده يعملوا مع جانج الصحة ويعلموا الأدب ولما شافت يون المنظر ضربت تشين بالألم وقالت له حرام عليك اللي بتعمله في نفسك وفية انت ليه عايز تدمر حياتك وترجع السكن بأي شكل ساعتها ضمها تشين وقال لها انه هيحافظ على حياته علشانها هي وبس وتحسوا كده انه كان مستني القلم ده عشان يتعدل وبعد ما طورت تشين وفريقه اللعبة بتاعتهم ونزلت السوق لقيت استحسان كبير من الجمهور وبدأت الأرباح تزيد لدرجة انها وصلت لتلاتة مليون يوان في نص شهر بس والكل بقى يتكلم عن جمال اللعبة بعد كده شاف جو تشين على التلفزيون في حوار بعد نجاح لعبته في السوق فكان هيتشل حرفيا من كوتر الغيط بعد كده قرر جو انه يطلق سوسه بعد ما تأكد انه جواها مشاعر ناحية تشين وكمان علشان عمرها محبته ويتين يوم في المستشفى قال الدكتور لجو انه مصابه سرطان المخ ولازم يعمل عملية فورا لان حالته خطيرة بعد كده راحت سوسه لشركة تشين وطلبت منه يتنزل عن القضية اللي رفعها ضد جو لانه مريض سرطان وحالته بتسوق يوميا لكن تشين رفض طلبها وكان مصمم على تكملة القضية ضد جو وبعد كام يون بيقابل جو تشين ويون والحوار بيحتد بينهم وده اللي بيأثر على صحة جو بيخليه ينزف ويغم عليه وفي المستشفى طلب جو من يون انه يقابل تشين لانه حاسس انه خلصها يسيب الدنيا وعايز يقوله حاجة ضروري لكن تشين رفض انه يروح يقابله ساعتها اعترف جو ليون بكل اللي عمله في حق تشين وطلب منها تقوله يسامحه وبعدها فارق الدنيا وبعد صراعات ومشاكل كتير قدرت شين ويون يتحدوا كل ظروف وراحوا اقدموا على طلب الجواز اخيرا وهم طيرين من الفرحة وتجوزوا وريحوا قلوبنا في الاخر الحمد لله وتوتوتا بتخلص الحدوتا وبيخلص مسلسلنا بمقولة كم اني اردت ان يتوقف الزمن عند اللحظة التي قابلتك فيها ولكني ادركت مؤخرا ان كل حب يمر بصعوبات هو الحب الاصدق بالتأكيد نشوفكم بقى في ملخص جديد سلام